الألمانية تيدمن برد تيدمن برد طبعا يعني رجل من الناس اللي كان لها فضل في بصمة في تغيير طبعا بصمة كبيرة كمان في تغيير كرة اليد للعالمية رحمة الله عليها محطة من محطاتك اللي انت كنت فيها وتقلقت فيها مع المرحوم كابتن جمال شمس بعت له رسالة وبندقله فيها هتقول له ايه كابتن جمال شمس طبعا يعني من الشخصيات أخ كبير يعني انا من الناس القليلة اللي عبت معها ودربت معاه يعني اشتغلت معاه ولما كان طبعا لما يعني صادف ان احنا ما كنا موجودين في دبي مش هاز اقول لك ان هو واحد من الناس اللي هو رشحني يعني ان انا امسك الفرقة بعده وعلى المواقف الانسانية ما كانش بتأخر عن اي حد في اي حاجة على المستوى الشخصي او ان هو كان انسان عصبي يعني فيه ناس تشوفه تقولك ده انسان عصبي ولكن هو جمال يعني الله يرحمه كان شخص جميل بيحب الناس دايما مبتسم الله يرحمك رحمة الله عليه فمحدش يعني انا ما اقدرش انزل فضله علي في السواء كلاعيب او كمدرب فرحمة الله عليه الله يرحمه يحسن اليه ويجعل مسواك جنة يا رب ان شاء الله يا رب اخر رسالة هتبعتها المين وتقول فيها ايه وانا سيبك انت الاختيار طبعا اه ابعتها لو سريتي بقى الله يعينهم اه الله يعين يعني طبعا اللهم انا بحبكوا طبعا وبردو يعني ممكن مرات شوية بتعاني من الموضوع الصبح في الجزيرة وبعد الظهر في مدينة مصر ومعظم الوقت وزايد ان انا كمان بابقى محتاج شوية وقت كمان ان انا امارس فيه وياطي فهي يعني متحملة كل الاعباء ديت اه وعمر شريف وادهم اه يعني تحملونا الله عايز اللغن بحبكوا وتحملونا ده شغلينا كده وطول عمر الرياضة احنا ترياضة وقتنا مش بتاعنا ربنا يخليهم ربنا يخليهم يعني بالوجهة نظرك وعاوزك تتكلم بكل حداية فيها هل لو كرة القدم اتبعت نفس السيستم والنظام بتاع كرة اليد هل هتتحط في حتة تانية اكيد اكيد لان انا بحس فيه فرق في القوة بيننا وبين لعبة شمال افريقيا واوروبا بحس ان فيه فرق كبير في الناحة الناحة البدنية ناحة البدنية اه ولا يقول لك ارجع للفار الا في حاجات مثلا ان الكرة داخلت او ما انا خليتش حاجات زي كده انما فيه انضباط من لعبة كرة اليد في الملعب انضباط السولكيات في كل شيء سببها ايه؟ شخصية المدرب شخصية المدرب طلعه بره كرة اليد المصرية وزا ما تكلمنا قلنا الدكتور حسن مصطفى هل بيبقى يحصل فيه مجملاتنا في الاتحاد لبعض الاندية او لبعض اللاعبين او حاجة زي كده؟ ولا تشاف ان كله باخد حقه زي اللوايح الموجودة؟ نعم كله بياخد حقه على المصطفى العالي دي ما ينفعش تبقى فيه تلعب في الكلام ده او لان تلعب باسم الدولة طيب انا معايا كمان تقرير مع كابتن هشام عبدالوهاب مدر فريق المرتبط بالنادي الاهلي وده واحد حبيبك اوي او دي حقيق والنتائج بتاعتهم مرتبطة بالفريق الاول او هم سكتبه تعال اشوف كلامه مرتبط معاك